موسيقى الرئتين بياخدوا اكبر حيز في الثراسيك كافيتي ومثل ما شفنا من قبل انه اللي بيفصلهم عن بعض يعني اللي بيفصل الرئتين عن بعض هو الميديستنم الميديستنم هان طيب هلا اذا الميديستنم يحتوي على كل الستركشور في الثراسيك كافيتي مع عداء اللنغز اللنغز والموجودين في الـ plural sac اذا الميديستنم في الـ great blood vessels great blood vessels والهارت والاسفايقس والى اخره طيب اذا الثراسيك كافيتي كل الستركشور فيها موجودين في الميديستنم مع عداء اللنغز اللنغز موجودين في الـ plural sac طيب هلا في اللنغ هم air containing passages طيب هدول الباسجز مثل ايش مثل البرونكاي وبرونكيولز وبتصير في اللنغ gas exchange وين بتصير هاي في الحويصلات الهوائية اللي هم الـ alveoli شو عملية الـ gas exchange اكيد احنا منعرفها هي الـ delivery of oxygen from the lungs to the blood and the removal of carbon dioxide from the blood to the lungs طيب هاي عملية الـ ventilation عملية الـ ventilation طيب كيف تصير عشان الرئتن موجودين suspended الرئتن يعني they're free to move جوه لـ plural sac طيب عشانها free to move تقدر تعمل expansion خلال يعني خلال عملية الـ inhalation and contraction خلال عملية الـ exhalation هاي هي الـ ventilation طيب inhale exhale هاي الـ ventilation طيب هلا ايش بيثبت الرئتن حكينا انو they're suspended in the plural cavity لكن ايش الاشي اللي بيثبتهم هلا في اشي اسمه the roots of the lungs موجودين على الميديا stinal surface اخذناها بالفيديو الاول انو هاي الجهال اللي عند الميديا stinal surface منسميها ميديا stinal surface في الميديا stinal surface انا عندي شغلة عندي الـ roots of the lungs roots of the lungs بتثبت للـ lungs مع الميديا stinal طيب ايش هم الـ roots of the lungs Roots of the lungs هي كل structures structures شو هم هدول structures هم الـ bronchi و الـ blood vessels و الـ lymphatics و الـ nerves طيب هاي الاشياء كلها بسميها roots of the lung roots of the lung بتثبت للـ lung عند الميديا stinal طيب roots of the lung هي structures طيب شو المكان المكان اللي بيمرؤ منه الـ roots of the lung هاد المكان بسميه الحيلم الحيلم إذن هو it's a depression in the middle of the lung where the roots of the lung pass إذن what's the difference شوفوا هاي الـ structures هاي الـ structures كلها بسميها roots of the lung شو المكان بسميه الحيلم So what's the difference شو الفرق بين what's the difference between the حيلم and the roots of the lung The roots of the lung is the collection of structures that connect the lung to the midiostinum أما الحيلم it's the place on the lungs where these structures enter and leave طيب هلا خلصنا هاد الحكيه خلينا نحكي عن شكل كيف شكل اللنغ اللنغ هي زي الكون it's cone shape لكن ملاحظين الفرق بين الأبكس الأبكس يعني قمة قمة الكون هيكة جاي يعني it's sharp أما اللنغ مثل الألم المفطوع okay it's blunt مش حادة من فوق هلا نعرف إحنا إنه الأبكس of the lung حكينا برضو عنها الأبكس of the lung reaches 2.5 cm above the clavicle طيب هلا base of the lung يعني الجهة اللي تحت when it sits okay يعني بتقعد شو بتركيه على الحجاب الحاجز اللي هو الدايفرام هلا إحنا بنعرف إنه الدايفرام شكله convex طيب هي convex أما إذن راح تكون الدايفراماتيك surface اللي هي surface هاي اللي تحت concave اوكي بتماثلها يعني هاي واحدة convex التاني concave هي كل السرفيس طيب إذن الدايفراماتيك surface اللي هو the base of the lung is con concave طيب اللي بالنص أكيد راح تكون concave لأنه مصدد 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 طيب طيب مصدد 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 المصدد من كم مصدد 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 لدي عندي اللنغ طيب بهاد الفراغ اللنغ تيجي لذا لنغ يوجد فيه 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 طيب هذا الفراغ بكون فيه فيه اللنغ طيب هلا خلينا نحكي عن شو بميز اللفت لنغ عني الرايت لنغ اهم فرق بينهم انه اللفت لنغ فيها بس واحد فشر هاد الفشر بقسم لي اللنغ الى upper بسمي upper lobe او lower lobe ال upper lobe بقدر كمان اسمي superior lobe والlower lobe بقدر اسمي inferior lobe اذا عندي هاد الفشر بسمي oblique fissure اذا there is one fissure in the left lung that's called the oblique fissure and it divides the lung into the upper or superior lobe and the lower or inferior lobe طيب ال oblique fissure كيف تيجي شو شكل هال ال oblique fissure هاي ال oblique fissure خلينا يعني انتو تخيلوا اللنغ اوكي طلعوا عليها common sense بتبلش تحت inferior inferior surface هاي inferior surface بني ببلش من تحت هاي inferior surface it runs upward for backwards لورا across اي surface حكينا انه هاي هاي هي الميديال والcostal surface اذا ال oblique fissure starts from the inferior border طيب it runs upwards and backwards across the costal and medial across the costal and medial surface until it cuts ايش البosterior البosterior هاي ها هاي البosterior طيب هاي ال anterior هاي البosterior هاي inferior هاي منتحت طيب هيكا يعني حكينا انه فيها one fissure و two lobes لكن الاكس ال right lung فيها oblique هاي ال oblique اصلا يعني مش جاي بمايل بقطع لي اشي على الميل مش خط مستقيم عادل طيب هاي ال هاي 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 ال oblique fissure نفس الشي inferior border runs upwards backwards across the costal and medial surface until it cuts the posterior border الhorizontal الhorizontal من اسمها افقي الhorizontal fissure هايها it runs across the costal surface until it meets معميم تلتقي هاي شوفو معميم تلتقي بتلتقي مع ال oblique fissure طيب بما انه انا عندي اتنين fissures اللي هما oblique fissure والhorizontal fissure بال right lung اذا انا عندي ثلاثة lobes هاي واحد اتنين ثلاثة اتنين مثل left lung اللي هما upper او superior و lower او inferior و بالنص عندي الميدل لوب هاد الميدل لوب بيجي بين ال oblique شوفو كيف شوفو كيف انه بيجي بين oblique fissure وبين الhorizontal fissure وشكله كيف هو صغير مقارنة باللوب الثانيات و it's triangular هاي شوفو شكله مثل المثلث مثل المثلث طيب هاي فرق هاي تفرق واحد اذا right lung ثلاثة lobes اتنين fissures left lung واحد fissure اتنين lobes شو الفرق الثاني left lung اوكي عندها less volume ليش عندها less volume تتذكروا حكينا قبل شوي عندها cardiac notch اذا cardiac notch مااخد منها cardiac notch مااخد من cardiac notch مااخد لجزء من lung طيب كمان شغلي هلا انه right lung عشان تطلعوا بهاي الصورة انا عندي liver liver موجودة في right side طيب هلا the right lung is shorter اقصر ليه لانه طلعوا طلعوا المساحة اللي سامحها اللي مااخدها liver من من right lung طلعوا كيف اذا right lung هي اقصر is shorter than the left lung due to the elevated position of the liver طيب هاي اذا the right lung is slightly larger عشان ليش الا اذا ليش شورتر شورتر عشان it's slightly shorter because عندي elevated position تاع liver و larger عشان ما فيها cardiac notch لكن left lung it's it has less volume because there is the cardiac notch اخر معلومة بحب احكيلكم اياها ليش ليش فيه اصلا يعني ليش فيه لوبز عشان اذا صار فيه اي ضرر للنغ يتصير بس باللوب اللي هو فيه ما يعني it doesn't spread to the whole lung ويعطيكم العافية خلصنا respiratory system لقد اشترك لسوف انتحدث موسيقى تقلق موسيقى موسيقى